يو سلام عبد البرقاز هنا ومثل ما هو مذكور في عنوان هذا الفيديو ويش ألبت نظام القوة حق دراغن بول لأن انتسمع دي العبارة تترمى إذا حكينا عن متابعين الأنيمي نظام قوة هذا نظام قوة هذا مين أفضل من الثاني مين أجمل من الثاني ويا لما تبدأ تقارن هذول الأشياء وتشوف أنظمة القوة حق كل ذول الأعمال المختلفة انت ما يمديك سواء أن تفكر ويش تقييم نظام قوة دراغن بول بين كل ذول الأنظمة هل هو كويس أصلا الجواب السريح هو أنه بكل تأكيد مو بالأفضل وعشان تفهمون ليش هو مو بالأفضل لازم أول نفهم نظام القوة حق دراغن بول وإيش هو بالضبط عيوب هذه الآلية نظام القوة حق دراغن بول هو الكي والكي بعبارة مبسطة يعني هو نسبة الطاقة الحيوية لدى الشخص وهذه القوة هي الطاقة الداكنة بداخل كل كائن حي نعم حتى النبتة عندها كي يستطيع الفرد التلاعب واستخدام هذه الطاقة الداكنة خارج الجسم واستخدام تقنيات وقنبهات مجنونة بواسطتها يعني معظم معظم إن لم يكن كل المهارات اللي حنا شاهدناها خلال مجريات العمل من كامي هامي هافاين الفلاش كي ينزم ترايبين كل ذلك تقنيات بس استخطاب لهذه الطاقة الداكنة أو يعني الكي التحكم به وإخراجه على هيئة هجمة تفيد المستخدم ويعني ما يبيلها كل ما شخصية معينة عندها نسبة كي عالية وقدر يتحكم على هذا الشي بكل طلاقة كل ما الشخصية يكون أقوى لأن في بالفعل حالات وأفضل مثال لهذا يمكن جوهان لما كان صغير في ذيك الفترة الولد كان عنده نسبة كي عالية لكن ما كان يعرف يتحكم فيها أو في حالات أخرى يعني هو ما كان يعرف يستخدم الكي حقه لصالحه عشان كذا في حال جوهان هو فقط قدر يستخدم قوته لما كان في أمسل حاجة إليها أو لما يكون معصب لكن مع تقدم القصة أنت قدر تشوف الولد متحكم أكثر بين نسبة الكي حقته زي مثلا الفرق بين جوهان في السايين ساقا والفريزة ساقا على سبيل المثال هذا الفرق السماء والأرض وهذا عودة لقوته وزيادة خبرته لما جاء الأمر بالكي حقته ويعني على طاري التحكم وعشان نشوف قد إيش جوكو متقن لسالفة الكي وكيفية السيطرة عليها حتى مبلازم نروح بعيد في أول أرك في دراجون بول زيد وتحديدا عندما واجه راديتس جوكو قدر يستخدم هجمة الكامي هامي هاو ومن ثم استطاع الشخصية بأن يتلاعب بالهجمة ويغير مصار القذيفة عشان تتبع خطوات راديتس يعني إذا هذا ما يسمى تحكم أنا ما عارف وشي تسمى بصراحة ويعني سالفة الكي مو بس لها علاقة بهجمات قاتلة فحسب لا 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 لما أحد شخصيات دراجون بول يبدأ يجمع الكي فإنه بالتالي يكون قادر على اكتساب قوة سرعة ونسبة تحمل عالية من مختلف الهجمات يمكنهم أيضا زيادة قوة هجماتهم لالتحاق ضرر أكبر للخصم كذا يكب العصير يبدأ يصرخ ويطلع كل حرته في هجمته لكن مثل ما هو الحال إذا شخصية معينة يكسب المزيد من الكي والقوة حينما يكون بكامل عافيته فبرضو إذا شخصية معينة أصيب بجروح جدا عميقة فإنه بالتالي يفقد الكثير من الكي جراء تلك الضربة يعني أفضل مثال لهذا هو جوهان ضد سيل في السيل ساقة لما فيجيتا قرر مجددا يصرخ زي البيبي ويهجم سيل بكامل قوته قوهان في هذه اللحظة كان لازم يدخل وينقذ الأمير من هجمة سيل وجراء إنقاذ قوهان للبيبي فيجيتا الولد أصيب بضربة موجعة في ذراعه مما أثرت بطريقة أم بأخرى بنسبة الكي حقته هو تقريبا خسر نصف قوته جراء هذه الإنقاذ فيا شكرا يا أمير آسف لكن شكل عام كلما شخصية توازن بقوة الكي حقته وقدر يتلاعب فيه فهو بالتالي رح يكون عندها القدرة على استخدام هذه القوة بشكل أفضل وفاعلية أكثر وهنا إلى حد ما تكمن مشكلة هذه الآلية في القوة المسألة مو بالنظام قوة دراقن بول السيئة المسألة هو إنه مرة بسيط جدا بسيط حرفيا أي أحد في عالم دراقن بول يقدر يستخدم نظام القوة حق ذا العالم حتى المزارع يقدر يستخدمها نو سالفة إن إذا هو رح يكون قوي ولا لا هذه سالفة ثانية لكن الزبدة هو مو بمرة صعب يعني أفضل مثال وأنا ما عرف ليش هو شيء زي كذا بصراحة اللي هو حتى لو حتى لو قلنا إن أي أحد يقدر يستخدم عنصر الكي والتلاعب به على الأقل أقل شيء أو المفروض يكون فيه شخصيات فعلا تدربوا وبذلوا موجود عشان يقدرون يتلاعبون ويتحكمون بهذه العنصر يعني شخصيات زي كريلين تيين يشيخ حتى يامتشا هذول الشخصيات انت تفهم ليش يقدرون يتلاعبون بالكي حقتهم لأنهم اتدربوا ووصلوا لأبعاد جديدة من القوة على الرغم ما إنهم بشر لكن لما توريني شخصية زي فيدل اللي عمرها ما اتدربت بقدر موجود دول الشخصيات ومع ذلك في خضون فارغ زمني بسيط قدرت مو بس تتحكم بالكي حقتها لا 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 الأخت قدرت تطير فبصراح هذا يقول لك الكثير عن بساطة هذا النظام في القوة وهم فعليا لازم يضيفون مادة في المدرسة عن التحكم في الكي لأن الوضع شكله ممتع وسهل ويعني لا نروح بعيد لو أنت على سبيل المثال تفكر بأغلب التقنيات اللي بحوزت شخصياتنا الرئيسية جوكو معظم مهاراتها لو استثنينها تقنيات زي الانتقال الآن يعني بس معظم مهاراتها حتى يامتشا يقدر يسويها هو أصلا معظم المهارات اللي هو كسبه أصلا موب حقتها وحقت شخصيات أضعف منه بكثير السولار فلير حقت تيين الكيانزام حقت كريلين الكامي هامي ها حقت المعالم روشي فأه يعني نظام القوة جدا بسيط وهذا بشكل عام عكس بعض الأعمال الأخرى يعني لو شفنا ناروتو على سبيل المثال ونظام عناصر الطبيعة حقتها كبداية أول شي لازم الشخصية يكون عندها عشان يتقن ذي المهارة هو أنه يقدر يتحكم بعنصر الريح حقتها لو الشخصية ما يقدر يتحكم بالريح فيعني انسى ونفس الشي يقدر ينقال بأعمال زي وان بيس جوجو سو كايزن هنتر هنتر إلاخ إلاخ لو شخصية معاينة ما متحكم أو ما نولد بعنصر أو نظام قوة معينة فهو بالتالي ما يمديه يستخدم ذول المهارات الوضع يحزن لكن يعني هذه الدنيا لكن في دراجون بول الوضع شوي مختلف وهذا إلى حد ما السبب لليش الجماعة أحملوا ضى النظام بعد حرفيا أول أركيا من العمل لأن بعبارة أخرى من كثر ما هو بسيط صار صخيف ويعني سمعوا اللي راح أقوله أول وبعد نعلقه على راحتكم لأن في سبب بصراحة لليش الوضع صار صخيف واستهبال والسبب يعود لهذه اللقطة في هذه اللقطة وفي الساين ساقة لحالها أنت إلى حد ما تقدر تشوف أن نسبة القوة لدى الشخصيات بس وصل لمراحل ما عادت منطقية تعد أو حتى تحصاها يعني في الفريزة ساقة حنا وصلنا لمراحل شخصيات زي جوكو وفيجيتا وصلوا لقوات حتى ألات تتبع بس تتعطل نتيجة الطاقة الزايدة هو فعليا شيء مضحك أن يعني بعد فترة كل شخصية كل ما يلبس دول الأجهزة بس رماها لما شاف قد إيس هي مالها قيمة فإذا جوكو وفيجيتا وهم في هذه النقطة من القصة نسبة قوتهم كانت لهذه الدرجة وش رح يصير لو الجهاز لقت قوة جوكو وفيجيتا الحين سوبر ساين ثري جوكو لحالة مو بسوبر ساين الأحمر ولا الأزرق لا لا سوبر ساين ثري جوكو نسبة قوة الشخصية أو يعني نسبة الكي حقها الشخصية وصلت إلى 24 مليار درجة نعم مليار انت كيف رح تقدر تعد هذول الأرقام فطبيعي الشخصيات ما عادت تعد أو بالأحرى ما عادت تهتم بنسبة القوة لأنه بكل بساطة يعني الوضع صار مسخرة من 8000 إلى 24 مليار يعني دايم وغير كذا يا أخي في سبب ثاني لليش نسبة الكي أو نظام الكي ما عادت مهمها وفيجيتا بالفعل أشار لهذا الشيء في أواء القصة واللي هو إن بعض الشخصيات أو على الأقل الشخصيات الذكية تقدر تخفي نسبة الكي حقتها فيعني أنت فعاليا ما تقدر تحكم إذا شخصية معينة قوي ولا ضعيف إلي ما تبدأ النزال وغوكو بالفعل استخدم هذه العنصر في الكثير من نزالاته زي في الفريزا ساقة على سبيل المثال غوكو أخبر نسبة قوته عشان فريزا ما يقدر يعثر عليه ومن ثم ناوله ضربة مفاجئة فمن ناحية المنافذ هي مرة مفيدة لأن الشخصية يقدر يتلاعب بنسبة تلكية حقتها ويستخدمها لصالحها لكن يا ضل النقطة أنت ما يمديك تعتمد عليه عشان تقيس قوة الشخصية ودراغنبول اعتمادا من السلساقة يعني بس أحمل سالفة الظن نظام مرة واحدة يا رجال بلا فلسفة بلا بطيخ هو قوي ما يحتاج تحط عليه رقم فيا ومن هالباب هالنظام قوة دراغنبول سيء لا هو مبسيء وجزء من هذا يعود لي يعني أنا ما شفت كل الأنميات في الساحة فيعني ما أقدر أقول بالطبط أنه هو الأسوأ فيا لكن يعني على الأقل عندها بعض الأنظمة عندها طرق للاستخدام ويعني لحد ما هو يبغاله جهد وخبرة عشان فعلا شخص يتقن هذه النظام ويستخدمها لصالحها وفي كثير كومبوهات أسطورية حنا بالفعل شاهدناها من قبل بعض الشخصيات فيا لكن بالنسبة لي يمكن نظام القوة حقها هانتر هانتر أو جيسو كايزن مرة جيد لأن يعني القوة والمهارة تعتمد على الشخصيات الشخصية وقوة المستخدم فيعني في طبقة زايدة من التعقيد اللي من وجهة نظري تزيد الحماس أكثر طيب يا عبدو ماذا عن بيريس وبقية حكام الدمار؟ هل هم كمان يستخدمون نفس الكي حق البشرة ولا وش السالفة؟ اه يعني هم يستخدمون الكي لكن الكي حقهم شوي مختلف الكي اللي هم يستخدمونه هو كي الحكام واللي يمنح المستخدم مميزات وخصائص أكثر بكثير من لو كان يستخدم الكي العادي زي مثلا تقنية الحكاية حق بيريس هذه القوة تكونت من كي الحكماء وليس الكي العادي وبرضو السبب لليش كوكو فيجي توصل لمراحل القوة حقتهم سواء كان ذلك من سوبر سين بلو أو الغريزة الفائقة الغرور الفائق كل هذا حصل بسبب احتكاك الشخصيتين بهذا الكي الجديد مما أعطاهم فرص نمو أكبر فيا بس مجددا إذا في شخصية قوية حتى ما بلازم يكون نمبر وان هو بس لازم يكون قوي الشخصية هذا رح يقدر مع التمرين والجهد الشاق أنه يوصل لنفس طفقة القوة حق عكام الدمار وأفضل مثال لهذا هو توبو في بطولة القوة فيا باختصار نظام القوة حق الدراغنبول مو بسيء هو بس بسيط لكن أنتم مش رأيكم بهذا النظام وأي نظام قوة في عالم الأنمي هو الأفضل بنسبالك وفي الختام أتمنى يكون عجبكم المقطع ولا تنسون الدعم بالاشتراك اللايك والشير رح يساعدني مرة في موصلة تنتاج المزيد من المحتوى وسلام